السلام عليكم أولا أود أن أشكر مؤسسة توكل كرمان على هذه الدعوة الكريمة وأود أن أشكر المنظمين وسيدة توكل كرمان ومديرة مؤسسة توكل كرمان مسكي الجنيد ويسعدني أن أكون هنا بين الزملاء إخوتي المواطنين والمواطنات اليمنيين واليمنيات والزملاء والمتحدثين الأجانب سأأخذ سأبدأ من حيث انتهى زميلي في الكلام عن المستقبل أولا عندما قرأت العنوان يمن بعد الحرب العديد مننا كان يناقش أولا أننا بحاجة أن ننهي الحرب لنفكر في المستقبل ولكن أعتقد ما ذكرته توكل في مقدمتها أننا لابد لنا أن نخرج بستراتيجية وأن نتصور بمستقبل اليمن يجب أن ننظر أو نستشرف المستقبل لا يكفي أن نتكلم عن الماضي وليجب أن نتكلم عن الحلول لتحقيق ما يريده اليمنيون وأعتقد أن هذا بدأ مع الربيع العربي كما تعلمون خرج اليمنيون بالملايين إلى الشوارع في الربيع العربي في عام 2011 والطلب الأساسي كان هو التحقيق الديمقراطي وهذا تماما ما نريد أن نحقيقه مع ذهبنا نحو المستقبل فبالتالي الناس الذين قادوا الثورة سلميا رغم أن اليمني أو أخذينا بعين العلم أن اليمنيين لديهم من الأسلحة أكثر من عدد السكان اليمنيين ولكن الثورة اليمنية كانت سلمية بالكامل من ثورات الربيع العربي وأعتقد أن المثيرة للاهتمام مباشرة بعد الثورة هو الحوار الوطني حيث استطاع اليمنيون من مختلف مناحي الحياة أن يجلسوا مع بعض وأن يتكلموا بما في ذلك الأحزاب السياسية المختلفة وكانوا يناقشون تأسيس الديمقراطية وأعتقد أن هذا أمر يجب أن نركز عليه فالنتيجة أو مخرج الحوار السياسي لم يكن مثالياً وكان فيه بعض الأخطاء ولكنه كان منتجاً وهذا أمر يمكن أن نبني عليه لنرى ما هو النظام الذي نريده أو المنظومة التي نريدها نحو المستقبل السيناريوهات التي نتكلم عنها اليوم أعتقد أنها ثلاثة أولاً أن ترضيت أمراء الحرب الذين يتقاتلون الآن في اليمن ببعض السلطة وعندما يتكلمون عن ضم الفرقاء اليمنين مع عودهم البعض فهم يتكلمون عن أمراء الحرب الذين مزقوا البلاد ولكن هذه المبادرة مدعومة من خلال السعوديين والإماراتيين والتحالف العربي نحن نتكلم هنا عن تقسيم البلاد بين الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من السعوديين وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وهذا السيناريو الثاني السيناريو الثالث هو ما يريده اليمنيون وأعتقد أنه علينا أن نفكر بما يريده اليمنيون لأن السيناريو الأول سيكون عبارة عن إعادة تدوير دورات العنف اليمنيون بحاجة لتوقف الحرب والعنف فبالتالي الأمر الوحيد الذي يمكننا أن نخرج به من المجتمع الدولي هو أن يكون لدينا ديمقراطية تمثيلية نظاما من اليمنيين يمثل اليمنيين ودون أي تدخل أجنبي في شؤون اليمنيين وأعتقد أن الخارطة واضحة كان على هذا النحو كمخرج من الحوار الوطني في الماضي وسبب بداية الثورة هو لأن النظام في اليمن كان مركزيا للغاية شخص واحد وقبيلة واحدة هي تقود كل شيء فهذا أدى إلى الحراك في الحراك الجانوبي والكثير من المظالم في صعدة وفي أماكن أخرى لأن الشعب اليمني لم يكن لديه وصولا متساويا للنظام والعدالة فبالتالي لابد لنا في استشرافنا للمستقبل أن نأتي بنظام يكون لا مركزيا يسمح لليمنيين بتحقيق تطلعاتهم حرية التعبير وحيث يكون لجميع التساوي أو المساواة في الوصول إلى الموارد والوصول إلى النظام فبالتالي لإنهاء الحرب والإنهاء العنف لابد لنا أن نضمن لليمنيين أن الديمقراطية ستأتيهم بنظام فدرالي والنظام فدرالي غير مبني على نتائج الحوار الوطني لا تذكروا مخرج الحوار الوطني قاموا بتقسيم البلاد إلى ست أقاليم هذه الأقاليم الستة طبعا كانت مبنية على الهوية فانظروا إلى أسماء الدولة كانت حسب أسماء المملكة التي كانت نوجدها نحن نريد أن نمضي إلى المستقبل إلى نظام يكون مثل النظام السياسي الأمريكي يكون لدينا حكومة فدرالية وحكومات محلية لديها استقلالها ووصولها إلى نفس الحصة من السلطة والثروات هذا ما يجب أن نفكر فيه نحو المستقبل أما إذا كنا نريد أن نتكلم عن جمع الناس مع بعضهم دون تحقيق الطامح وأحلام اليمنيين فنحن نعود دائما إلى نفس المربع الأول الذي خرجنا منه ولا نتقدم إلى الأمام فبالتالي لا بد أن يكون لدينا هذا التفكير أنه لا يجب أن يكون في اليمن أي تدخل أجنبي أو ميليشيات أو مجموعات مسلحة تتحكم في انتقالنا إلى المستقبل يجتمع اليمنيون مع عضهم البعض رغم أنه كان هناك بعض المؤامرات مثل مؤتمر حمير مؤتمر حرث مؤتمر ثالث بين الإماميين والجمهوريين الذين أقادوا الثورة ولكن في نهاية المطاف الجمهوريون عادوا إلى شعبهم بثورة أنهت مرة وإلى الأبد نظام الإمامة في اليمن فبالتالي بمضينا نحو المستقبل لا بد لنا أن نحمل مطالب اليمنين ليس ما يريده السعوديون أو الإماراتين أو المجتمع الدولي يجب أن نبني اليمن لأجل اليمنين والشيء الوحيد الذي يجب أن نقوم به وأن نأتي بنظام فدرالي بحيث يكون لكل ولاية قدرتها على التحكم بمواردها وأن يكون لديها حكمها الذاتي تماما كالنظام الفدرالي الأمريكي النظام الأمريكي يعمل بشكل ممتاز وأعتقد أنه سيكون ناجحا بالنسبة لليمنين أي نظام آخر أعتقد أنه سوف يخلق حروبا أخرى وعنفا أكثر وسأتوقف هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر